السلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته إخواني أخوتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير وحل خير في أحسن أحوال محاولكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمام بطبيعة الحال مع أخي الأخبار وأخي المستجدات ودائما مع العلاقات الإسبانيا المغربية اليوم الإخوان نحضر على جهد المحاور المحور الأول وهو البرنامج الأوروبي نضافه قربالة كبيرة أما المحور الثاني هو أن إسبانيا كتفجأ المغرب واحد القارار مفاجئ ولكن قبل أن تركوا هذه المواضيع كنتمنى منكم أنكم تلايكوا وتبرتجوا قدر المستطاع لكي تعملوا الفائدة وكذلك بشكل استمرارية والناس اللي أول مرة يشوفوا هذه القناة بطبيعة الحال ينعجبوهم محتوى دي القناة على مئس كا ما يبخلوش عليه بالاشتراك ويفعلوا الجرس بجديمة وصلوا بالجديد وكذلك ما نساش الناس اللي دائما تيدعموا القناة ديالي سواء باللايكات سواء بالدعم سواء بالتشجيع اللي جزيهم بالخير على بركة الله إخواني أخواتي قد ندخلوا صورة بالموضوع برنامى الأوروبي إخواني أخواتي نيضا في واحد القربالة كبيرة والحكومة ديالبيرو سانتشيس يعني محاصرة بأسئلة المعارضة بشأن ديالدخول إبراهيم رخيص للأراضي الإسبانية وحسب إخواني أخواتي يعني وكالة الأنباء يعني اليوم في البرنامى الأوروبي الحكومة الإسبانية جنبت أنها تجاوب لمجموعة ديالأسئلة أو جنبت أنها ترضى لأسئلة ديالأحزاب المعارضة واكتفت أنها تقول للاستقبال دياله إبراهيم رخيص كان استقبال دواعي إنسانية دون أن تكون للقارة الخرفية سياسية حسب ما أورضته يعني هذه الوكالة الإسبانيا أوروبا بريس وقالت يعني الحكومة الإسبانية أن القرار ديالاستقبال غالي كان قرارا من طرف الحكومة ورفضت يعني الإفساح عن من رخص له بالدخول بناء على مطالب أحزاب المعارضة مشيرة إلى أن إبراهيم غالي دخل إلى إسبانيا بوحدة الهوية حقيقية وقد تم نقله علامة سيارة إسعاف من المطال إلى مستشفى سانت بيدرو بولغرونيوم هنا إخواني أخواتي يعني الحكمة الإسبانية كتقول بأن يعني بإبراهيم غالي دخلته بطريقة يعني دخل أراضي الإسبانية بطريقة شرعية أو يعني ماشي طريقة مزبارة ولكن إخواني أخواتي هنا إبراهيم غالي دخل كأنه يعني واحد ديبلوماسي جزائري وهذا بحددته يعني كيتسمى تزوير وتم كذلك يعني تسجيل ديالو في المستشفى بواحد لإسم آخر هذا يعني يعني الرد ديال الحكومة الإسبانية كتقول بأن أبراهيم رخيص يعني دخل بطريقة شرعية إسبانيا وهي كتنسى بأن يعني الدخل ديالو كأنه ديبلوماسي جزائري يعني بحددته هاتش يعني يعني كيتتعتبر بأنه تزوير وأنها يعني بطريقة غير شرعية خصوص يعني السؤال للحكومة الإسبانية قالوا هي يعني لاش ما خبرتوش للحكومة أو الإعلام المغربي أو يعني تخبروا المغرب بالاستقبال ذيالزعيم البوليزاريو إبراهيم رخيص جوبت يعني الحكومة ديالسانتشي وقالت بأن هذه القضية تم تدولها مع المسؤولين المغالبة في أكثر من فرصة لكن لم تشر إلى توقيت ذلك وعلى أي تصعيد تم مما جعل أجوبة الحكومة تتسم بالإلتواء هنا إخواني أخواتي يعني الأجوبة ديالحكومة يعني ملتوية وكذلك الأجوبة ديالها يعني غير واضحة وكذلك يعني كيتهربوا من الجواب يعني الحكومة الإسبانيا ما صرحات يعني الخطوات والإجراءات اللي غادي تقوم بها أو التي ستقوم بها من أجل يعني تجوز هذه الأزمة اللي حصل بينها وبين المغرب في سياق آخر يعني كانت خرجت وزيرة الخارجة الإسبانيا غونزاليس لايا يعني خرجت واحد تصريح تصريح بأن هناك يعني عمل كي يجلباش عمل لتجاوز الخلاف يعني مع المملكة المغربية وإعادة التقيق بين البلدين لكن يعني رفضت لكشف عن المبادرة الإسبانيا في هذا الاتجاه وكذلك يعني في قضية الصحراء التي تعتبر السبب الرئيسي في الأزمة القائمة بين المغرب وإسبانيا قالت أرانشا غونزاليس بأن إسبانيا تسعى لحل تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة مشيرة إلى أن إسبانيا على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب في هذا الإطار هنا إخواني أخواتي كنشوفوا واحد الليونة كنشوفوا واحد يعني كلام يعني موزون من طرف يعني الوزيرة الخارجة الإسبانيا يعني واحد الكلام ديبلوماسي هنا كنشوفوا بأنهم كقلبوا الصلح هذا هو إخواني أخواتي يعني الموضوع الأول عن تقلوا الموضوع الثاني وهو إسبانيا يعني فجأة المغرب واحد القرار غير متوقع فعز الأزمة يعني اللي كي ناب بين إسبانيا والمغرب وأن المغرب يعني استثنى الموانئ ديالها من عملية مرحبا والخصائر يعني الكبيرة الكبيرة التي تعرضت لها يعني الشركات البحرية الإسبانيا خصوصا يعني الأقاليم أندلوسيا والخزيرات إخواني أخواتي إسبانيا كتفاجئ المغرب بواحد القرار كتأخذه وإطلاق خط جوي جديد يربط مرسيا بإسبانيا يعني مرسيا بإسبانيا بمطار وجدة شرق المغرب هذا قرار يعني مفاجئ فجأة المغرب يعني وهذا المطار يعني في إقليم مرسيا أطلق يعني خط جوي جديد كي يربط مرسيا بمدينة وجدة المغربية والتي ستكون رحلتها على متن شركات العربية للطيارة وفقا لمصادر من هيئة الملاحة الإسبانية خط الجديد غدي يربط يعني الإقليم بالمغرب بانتظام لأول مرة إخواني أخواتي لأول مرة يعني إقليم مرسيا غدي يدير وحد الخط جوي جديد كي يربط يعني مرسيا بمدينة وجدة وهذا الخط إخواني أخواتي يعني غدي يكون بانتظام لأول مرة وغدي تكون عنده رحلتين أسبوعيتين يعني لما مجموعها أربع رحلات رحلة مغادرة ووصول يوم الجمعة والإثنان إخواني أخواتي هذي المبادرة يعني في هذي الظروف أو هذي الأزمة في عز الأزمة اللي كان بين إسبانيا والمغرب يعني ونود يعني بغات يعني إدير أي حاجة باش هذي ترجع العلاقات كما كانت كما كان شوفوا إخواني أخواتي يعني دلها الضربة الأولى للمغرب ديال استثناء الموانئ ديالها من العملية مرحبا أما الضربة التالية إخواني أخواتي وهي إلغاء الاتفاقية اللي كان ما بين إسبانيا والجزائر يعني اللي كتمر من المغرب ولكن الضربة التالية إخواني أخواتي وهي اللي خايفة منها إسبانيا خايفة منها بزاف وهي الضربة ديال أن المغرب يلغي الاتفاقية ديال الصيد البحري هنا إخواني أخواتي كنشوفوا بأن إسبانيا صفيت تقهرات إسبانيا يعني عرفات المغرب بأنه عنده أوراق وأوراق كثيرة وكي يجب تغير ورقة مورا ورقة وهنا كذلك إسبانيا عرفت بأنه كان شحواج ما تقدرش توصلهم المغرب أو شحواج يعني خطوط حمراء مثلا يعني تقيس سيادة المغرب على صحرائه هنا إسبانيا يعني تأكدات وعرفت بأن المغرب ديال الأمس ما شي هو المغرب ديال اليوم وكذلك عرفت بأن يعني ذاك المنطق ديال هما الأساتيد دا والمغرب هما التالاميد يعني عرفت بأنه ما منوش وما كينش لهذا إخواني أخواتي إسبانيا يعني تراجعت إسبانيا تحت الأرض وكتطلب الصلح وكتدرى هنا إخواني أخواتي وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا كنتمنى أن تكون في الإفادة والإستفادة كنتمنى اللي يعجبوا هاد الفيديو إبارتاجيه وكذلك كذلك ما تبخلوش عديا بالاشتراكات ديالكم وفعلوا زر الجرس بجدي ما توصلوا بالجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر